التعاون الأمني والاستخبارات بين المغرب وإسبانيا عنوان بارز في تاريخ العلاقات بينهما لقاءة دورية بين كبار المسؤولين الأمنيين بالبلدين كانت آخرها زيارة مديرة المركز الإسباني للاستخبارات إلى الرباط على رأس وفد الرفيع المستوى لبحث سبول تطوير الآليات الكفيلة بحماية الأمن المشرك هذه الزيارة هي الزيارة الأولى بعد أن ترأست هذا الجهاز فهذا يدل على أن إسبانيا تراهن بشكل كبير على التعاون مع المغرب باعتبار بوابة بلدان الجنوب فيما يتعلق بهذه الملفات الحساسة التي تضغط الآن على الاتحاد الأوروبي وتشكل إسبانيا واجهة أساسية فيما يتعلق بكونها جسرا ما بين الجنوب والشمال تستأثر التحديات الأمنية المتنامية والمستجدة على الصعيدين الإقليمي والدولي وتزايد مخاطر الإرهاب العابر للحدود باهتمام ويقظة الرباط ومدريد يقظة أمنية عرفت قفزات يصفها المراقبون بالنوعية منذ الهجمات الإرهابية التي هزت مدريد في الحادي عشر من مارس لعام 2004 المخاطر الأمنية تتطور باستمرار أي تلك في هذا الاتجاه هو يشكل خطرا على القارتين المغرب هو نموذج للقدرة على السيطرة على هذه المخاطر الأمنية وخاصة الإرهاب وقضية الهجرة ولولا هذا التقدم لما اتجهت أوروبا ودول الشمال إلى التعاون مع المغرب حصريا وترتبط الرباط ومدريد بعدد من الاتفاقيات ضد الطابع الأمني من بينها اتفاقية تعاون في مجال مكافحة ثمانية عشر نوعا من الأفعال الإجرامية تنسيق الاستخبارات مكن من تنفيذ أكثر من واحد وعشرين عملية مشاركة في مجال مكافحة الإرهاب منذ عام 2014 وتفكيك عدد كبير من الخلايا المتطرفة بكل البلدين تعكس التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين الإسبان النظرة الإسبانية إلى المغرب كشريك موثوق فيه من أجل حماية حدودها واستقرارها ثقة يسعى الجانبان اليوم إلى تعزيزها بعد الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الدبلوماسية على مستويات عدة فدور مرابطي قناة الغد الرباط ترجمة نانسي قنقر